بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصدر الكريم على آله وصحبه السلام الطيبين والطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور أحمد عيد العبادي حقيقة يعني أرجو أن نتوقف عند وسيد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قليلا هناك الرواية الرواية السنية وهي الرواية الصحيحة وهي الرواية الصحيحة في آخرها بيقول لا أفناكم الله بالطاعون بالطعني والطاعون يعني هو يدعو لهم أن الله سبحانه وتعلم ليس وطعون والطاعون بعدين أجى الطاعون بعدين أجى يعني يجى فيه ما بعد فهو يعني عنده استشراء مستقبل بشكل واضح لا أفناكم الله بالطاعون لكن الرواية الشيعية لأسف الشديد يقول أفناكم الله بالطاعون ليش أنهم هدوان مسلمين سنة وتبنوا لهم أن يفنون بالطاعون ولكن الطاعون أجى أطاعون قتل من أهل الأردن أكثر من ثلاثة مليون نسمة أكثر من ثلاثة مليون نسمة وقتل من الجوش المسلمين قتل يعني الطاعون كان فناء يعني فناء كبير جدا وكان في زمن سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه يعني داحظوا أن نقول لا تقتل امرأة ولا صبي ولا كبير هرم ولا تقطع شجر مثمر ولا تخربون عامرا ولا تعقلون شاتا ولا بعيرا إلا لمعكلها ولا تحرقون نخلا ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبل أهم شيء كمان أنه أنت لا تجبل أنت اعمل بهذا ولا تجبل في هذا بذلك يعني لأنه لما يبدوه حارب إذا لم يصمد إذا لم يكن لأنه عنده عقيدة قوية ودافعا عقيدته بالدرجة الأولى عقيدة الإسلام ومن يوليهم يوم إذن دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيز إلى فئة وما عدا ذلك يعتبر فرار إذن لا تفروا لا تجبلوا لأنه الفرار من الزحف ومن الكبائل الكبرى في الإسلام فهذه تعالوا إن قارن في أعمال الاستعمار الحديث والمتوسط والأمم الأخرى كيف أنهم كانوا يقتل الطفل والمرأة ويسبوا النساء ويسبوا الأطفال وغيروا دينهم وكيف أنهم كانوا يأخذوا هذا يهجروا الشعوب هجروا الشعوب مثلا الأشوريين والبابليين كان عندهم سياسة تهجير الشعوب دول آسية عندها تهجير شعوب تهجير الشعوب ليست موجودة في الإسلام في الإسلام ليست موجودة يا أنت أمت أمام خيارين يا تقاتل يا تدفع دي جزية يا تسلم فلي يسلم أصبح له ما لنا وعليه ما علينا ولي يدفع جزية برضو له ما لنا وعليه ما علينا ما حدا بالشال فيه ولي قاتل إذا انتصر أهل النساء إذا ما انتصر بده يعني يخضع روحه إما أسير وإما قتيل فإذن وداهم هذول الجماعة وراحوا وذهبوا باتجاه بلاد الشعوب طبعا وين نقطة التجمع نقطة التجمع كانت في أقرب عين ما زلال عذب قوي نسميه نبع سيل سيل يعني ميا عد بسموها عد بسموها سيل الأردنيين فاللي هي منطقة المدورة واللي سنتحدث عنها فهذول الجيوش ذهب أول جيش ثاني جيش ثالث جيش رابع جيش ونقطة التجمع عندهم وين لأنهم هم القريش أصلا وقريش هم كل كل القادة من القريش والخليفة من القريش يعني القريش هي مساعدة العرب فعضوه الكلهم في المناطق معرفة المناطق كويسة وعلاقتهم مع العشائي الأردنية كويسة وزيد بن أبي سفيان كان له علاقة كويسة مع أهل الصلط تحديدا اللي كان يسموها بيريا يعني علاقتهم معانا علاقتهم معانا ومعاوية وأبو سفيان كان له استراحة في الصلط اللي هي هذا موجودة حد الآن الشجر اللي كان نقعد فيها والحديث بقية والسلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم ومعاوية اشتركوا في القناة